لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد عندما عاد نزار حدث لقاء جمعا بين خالد نزار وتوفيق بشاوي خالد نزار قام بزيارة توفيق في بشاوي وهناك جلسوا مدة زمانية الله أعلم ماذا الذي دار بينهما أنا أعتقد بأن هذا اللقاء يندرج في إطار الخطة القائمة الآن في هذه المرحلة التي يجري الإعداد لها لا يمكن أبدا أن يكون لقاء فقط عابر هو لقاء بلا أدنى شك يدخل في إطار زيارة وأيضا في إطار أحاديث دارت على هذا العمر لا أملك تفاصيل كثيرة على هذه اللقاء كل ما أملكه أن خالد نزار لم يذهب إلى السجن ذهب إلى قصره الفاخر وهناك من يتحدث أيضا أنه ذهب إلى مكان خاص والمهم والتقى مع توفيق ذهب إلى بشاوي والتقى مع توفيق ما الذي دار بينهما لا نملك أي معلومات إذن هذه هي القصة أنتع خالد نزار خالد نزار ابتز المؤسسة العسكرية فرض عليها أجندته أيضا المؤسسة العسكرية بحاجة إلى استرجاع هذا الجنيرال وهي الآن تعمل على استرجاع جنيرالات آخرين بطرق مختلفة واسترجاع عسكريين فروا إلى الخارج قد يشكلون خطر عليهم أما الذين لا يشكلون خطر عليهم فهم لا يعنون لهم شيء وهنا نقطة يجب أن أتحدث عليها هي أن المؤسسة العسكرية لا شيء يزعجها إلا عندما يأتي ضباط سابقين يتحدثون ويحللون الشأن المؤسسة العسكرية أما المدنيين مهما قالوا ومهما حللوا ومهما كانت معلومات اللي عندهم تجيهم من بعض الأطراف فهم لا يشكلون عليهم أي شيء لأن تحليلهم دائما غالبا ما تكون بعيدة عن الحقيقة لأنها مبنية على عدم معرفة حقيقية للمؤسسة العسكرية لذلك عندما يتحدث العسكريون السابقون ويحللون المشهد ويتحدثون عن الجنيرالات ويتحدثون عن كثير من الأمور يسببون بعض الصداع للمؤسسة العسكرية ولذلك المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة في إطار الترتيبات التي يقوم بها شنجريحة إلى ما بعد القيد صالح ونهاية مسار القيد صالح نهاية فعلية يبقى القيد صالح مجرد مرحلة من تاريخ الجزائر ما استطاعوا يمحوه حاولوا يمحوه إعلامياً وما قدروا حتى التلفزيون الجزائري اللي كان من قبل اطلق أوامر بعدم إظهار القيد صالح وبعدم الحديث عنه ونحن كشفنا هذا الأمر بناء على معلومات جاتنا من التلفزيون وحسوا بالحرج الكبير لذلك من أجل إجهاض هذا الكلام وطيب أمروهم أن يعملوا تقرير في يوم 23 ديسمبر 2020 حول ذكرى رحيل القيد صالح لذر الرماد في العيون فقط وبعد ذلك سيطوى ملفه ولا يتحدث عنه أبداً عودة خالد نزار هي الحلقة الأكبر من سلسلة نهاية فعلية لمشروع القيد صالح ولمسار القيد صالح ولرجال القيد صالح الآن المؤسسة العسكرية راهي آهي تخلت نهائياً على تلك المطار أو الوعود التي أطلقها القيد صالح إلى الحركة الشعبية الآن المؤسسة العسكرية عندها مخططها الآخر حتى الرئيس تبون ما زال في الخارج الرئيس تبون كين احتمالات إما وضعه الصحي لا يسمح له بالعودة أو أن المؤسسة العسكرية قالوا له أبقى هم يرتبون الأمور داخلية خليك أنت في نقاها حتى يتم ترتيب البيت الداخلي وترتيب كل الأمور داخل المؤسسة العسكرية وداخل الرئاسة وداخل الأجهزة بعد ذلك سيعود الرئيس ليمارس مهامه وفق رؤية جديدة إذا رسمتها المؤسسة العسكرية بقيادة شنقريحة وليس وفق مرحلة أخرى كان يتحدث عنها تبون وفق رؤية كان وضعها القايد صالح لذلك أنا أقول أن عدم عودة الرئيس في هذه الفطرة التي مضت إلى حد اليوم يوم دخلت في إطار استعدادات لهذه ترتيب البيت الداخلي أو أن الرئيس عاجز صحيا ما زال لم يتعافى نهائيا ربما ما زال ما يستطيع المشي على أقدامه خلوه حتى يتعافى وأنا أرجح أن الأمر يتعلق قالوا له خذ راحت كهناك لا تعود الآن حتى يتم ترتيب البيت وجي ويستلم مهامه في إطار مرحلة انتقالية لكنها على مزاج المؤسسة العسكرية وبالتوافق مع دوائر خارجية وليست مرحلة انتقالية طالب بها الحراك الشعبي التي تعني بداية دولة جديدة وعدالة انتقالية تحاسب كل من لديه علاقة بالنظام السابق وتورط في قضايا فساد أو نهب المال العام أو استعمال القانون في غير محله أو المخالفات القانونية في تسيير الشأن العام هذه انتهت هذه المرحلة النظام يدرك تماما أن عودة الحراك الشعبي مثل ما كان عليه من قبل في 2019 لا يمكن أن يحدث في ظل تحديات كورونا وفي ظل الكثير من التحديات في ظل أيضا جبهة الحراك الداخلية المفككة والمنقسمة على تيارات مختلفة تناحرت فيما بينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مدار ما يقارب العامين ولكن لذلك من الصعب جدا أن تلملم نفسها مجددا في مشهد جديد لذلك أقولكم أنه لا شيء أيضا يزعج النظام الحاكم في الجزائر مثل ما يلتقي الجزائريون على خطة عمل مشتركة فيما بينهم سواء في الداخل أو الخارج لذلك دائما يعملون على شق الصف وقد نجحوا إلى حد كبير حتى تحول كل معارض جزائري أو كل سياسي جزائري يعمل لوحده من بيته عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا كان خطة مشتركة لا كان خطة عمل جماعية حتى الجماعات التي تلتقي مع بعضها هي جماعات تلتقي وفق تيار معين وأهداف تخدم عصبة معينة يعملون لصالحها أما أن تكون هناك لقاء مشترك ومن المفروض هذا الذي يكون لأن الجزائر عبارة عن كرة كل واحد جالس في زاوية ينظر إليها اللي قدامه البحر يحكي على البحر واللي قدامه الشجر يحكي على الشجر واللي قدامه الحجر يحكي على الحجر واللي قدامه الصخر يحكي على الصخر وكل واحد من خلال الزاوية التي يقف ويجلس فيها لو أنهم جميعا يلتقوا سينظرون إلى الجزائر أما إذا بقي كل واحد يتحدث من الزاوية التي فيها رايح لن يخرج كلامه عن إطار الزاوية اللي أراه فيها وبذلك لن يؤثر في النظام ولن يؤثر في السلطة بل أن يساعد النظام على استعادة أنفاسه بعد مرحلة صعبة مرت بها الدولة الجزائرية أولا ومر بها النظام الحاكم في الجزائر ثانيا وهذا الذي يشكل خطر حقيقي على مطالب الحراك والحركيين الذي ذهبت مرة أخرى وهذه التي قلناها من قبل أنه في كل فرصة للتغيير الحقيقي يأتي من يفوت هذه الفرصة ولكن للأسف ما هو من النظام بل من الذين يدعون معارضة النظام إذن إخواني الكرام عودة خال النزار هكذا تم الترتيب إليها وربما هناك أسرار أخرى ما زالت لن تصد إلينا إذا وصلتنا لن نبخل عليكم بها أشكركم جميعا جميعا وأجد الطلبي بنشر هذه المقاطع وهذه الفيديوهات لأنها فيديوهات تندرج في إطار كشف الحقيقة كشف الإنقلاب والردة التي حدثت على مسار القايد صالح وقد أغلقت كل الأبواب في وجوه أصحاب هذا الرأي ولا يجدوا إلا هذا الفضاء المفتوح لإيصال المعلومة الصحيحة والفكرة المليئة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر